بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على عشف المرسلين أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وين جديد وستاد الأهل من عرضة مع حضراتكم سنتواصل عن قطاع النشئين في النادي الأهل وآخر أخباره ومستجداته سيكون معنا ديوفنا الكرام كابتن نادي الأهل ومدير الفني لفريق 2000 كابتن أحمد سراج وأيضا اللاعب الصعد الواعد محمد حسام ده في الجزء الأول من حلقتنا في الجزء الآخر سيكون معنا كابتن خالد سليمان والحديث والحوار عن لعب النادي الأهل المرشحين لاستفر إلى روسيا للمسابقة المشهورة خلينا في البداية نتكلم على موضوع مهم جدا وهو آخر أحوال الفريق الأول في النادي الأهلي تصراحة ما حدث في النادي الأهلي في آخر مباراتين لا يردي جمهور النادي الأهلي لأن النادي الأهلي لم يفوز ومش بس لم يفوز ولكن كانت هناك خسارتين متتالعة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي ده موضوع كبير جدا وموضوع شائك وبالنسبة لكل محبي هذا النادي العظيم بتبقى تحمل الخسارة مش موجود وتقبل الخسارة مش موجود هو جمهور النادي الأهلي كده طباعه كده أسلوبه كده ما بيرضاش إلا بالفوز وده من أحد أهم العوامل النادي الأهلي دايما بيمشي وراء البطولة ولكن البعض يجب أن ينظر إلى الأمر من النظرة البعيدة كيف كان موسم النادي الأهلي ماذا حقق هذا الموسم النادي الأهلي وجهازه الفني وأيضا الموسم الماضي احنا تحدثنا كثيرا عن مشروع كابتر حسين بدري في النادي الأهلي فوزه السنة اللي فاتت بالدورة وبطولة الكاس والسوبر وهذا الموسم وإنهاءه الدورة بدري 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 وبدون أي منافسة وبأرياحية كبيرة جدا حتى البعض كان بيقول أن النادي الأهلي بيلعب نفسه هل هناك ذاكرة السمك ليه البعض؟ هل الكل ينسى؟ ماذا كان ليه النادي الأهلي في هذا الموسم من أداء رائع؟ والكلام اللي كان بيتقال النادي الأهلي بيلعب نفسه في بطولة الدورة وأن المنافسين بعاد كل دا تنسب سبب بعض الإخفاقات يعني مدير فني فيه سنتين لم يهزم إلا فيه مباراتين أو ثلاث مباريات بقت الدنيا خلاص مشيا فيه الاتجاه الغلط وإقالة حسام البدري وبعض الأقويل والكلام اللي بينزل في السوشيال ميديا السوشيال ميديا عمرها ما كانت بتدير الكرة في النادي الأهلي النادي الأهلي له نظام له استراتيجية له فكر له وعي هم شايفين إيه الأهداف المحددة وكيف تحقيقها دي حاجة من الحاجات المهمة للناس النازم تحطها في دماغها النادي الأهلي عنده ارتباطات كتيرة عنده حاجات كتير جدا مهمة في البلان وشوفنا كانت حسام البدري بعد تصريحه في المباراة لكالآن احنا أغلقنا ملف الكأس وعندنا لقاء الترجي التونسي خسارة الكأس أمام الأسوتي كانت مؤلمة بالنسبة للجمهور النادي الأهلي ولكن النادي الأهلي صعب وما فيش نادي في العالم هيفضل ياخد دوري وكأس كل سنة ولا بيعملها الريال ولا بيعملها برسلونة ولا بيعملها منشستر سيتي ولا بيعملها أيا من الأندية الكبار لأن مستوى المنافسة أن أنت تفضل تكسب كل البطولات صعب جدا ولكن أنك تكسب أهمها وأنه يكون عندك بطولة الدوري رقم 40 دي حاجة من الحاجات المهمة للغاية اللي لازم الناس تبصلها لازم الناس تقيم الأمر بالنظرة العامة هل مدير فني هو الأفضل في مصر هزم فيه مطشين أو تلاتة بقت دلوقتي فيه كلام قالت كابتن حسان البدري هو ده اللي هيرضي جمهور النادي الأهلي أعتقد لا لأن جمهور النادي الأهلي واعي وعارف كويس قوي وشايف الشغل اللي بيتم على طوال موسم كامل وشايف الاستعدادات وحنا دلوقتي عندنا لقاء الترجي واجب الكل يقف مع النادي الأهلي في هذه المواجهة ملف أفريقيا والتسعى يا أهلي بإذن الله ده ملف جديد لازم نتنقل ليه لازم جمهور النادي الأهلي يبقى هو الدعم لفريق النادي الأهلي لأن النادي الأهلي يحتاج جمهور جمهوره هو اللعب رقم واحد النادي الأهلي هيواجه الترجي فيه يوم الجمعة المقبلة أول مبارياته فيه دوري أبطال أفريقيا واجب أن ننسى موضوع الكاس انتهى ونفكر فيه النجاية النادي الأهلي عنده بعض الغيابات التي ستكون بعيدة عن التشكيل وكل هذه الأمور في أزان وأزهان المدير الفني أزان المدير الفني أن كابتن حسين البدري أكيد حاسس بنبض الجمهور حاسس بأن الجمهور غضب بأن في حالة غضب من الخسارة السابقة أمام نادي الزمالك بعد 11 سنة وغضب أن النادي الأهلي بيطلع من الكاس ولكن هناك أسباب فيه سبب عدم توفيق فيه سبب أن فيه بعض اللاعبين عندهم غيابات النادي الأهلي بمن حضر ولكن فيه بعض الغيابات اللي لابلك مستوى الدنيا كلها أنا أداف الدوري نفسه غايب عن اللقاء آه عندي لعيبة بتحاول وضيعت فرص كتير وعلى فكرة هذا نفس الشيء اللي حدث أمام فريق الأسيوتي ولا حدث شوء تانية من نادي الزمالك تسايد كامل للمباراة ولكن هناك عدم توفيق فيه تسرع قدام المرمى وفيه بعض المشاكل آه فيه بعض المشاكل ولكن خلينا نتكلم في نقطة مهمة جدا أن النادي الأهلي والجهاز الفني دايما بيبحث عن كريتينج تانسز يعني إزاي أبحث عن الفرص إزاي بصنع كم فرصة في اللقاء هو ده اللي بيقايم الجهاز الفني وإذا النادي الأهلي فشل في صناعة الفرص هنا بيبقى دور الجهاز الفني فيه تقصير ولكن كيفية إنهاء الهجمات آه ليه دور للجهاز الفني ولكن طبعا اللعيبة وأسعارها بتتفاوت عشان إزاي أنا بقدر أنهي هجمة فإذا إن النادي الأهلي بيوصل آه هو بيوصل النادي الأهلي صلح بعض الأخطاء اللي كانت موجودة في مطش الزمالك مطش الأسيوتي التسايد كامل حتى الهدف اللي أحرزه نادي الأسيوتي نادي الأهلي يعني لعب من لعبة النادي الأهلي إده كرة للفرود بتاع الأسيوتي خلينا نبقى واقعيين ناخد الموضوع بواقعية الأسيوتي فرقة محترمة بتدافع بشكل كويس ولكن ماذا كانت فرص نادي الأسيوتي فيه اللقاء ولو بصيتوا على مطش الأهلي والزمالك وعملتوا كده مقارنة للفرص مين اللي صنع فرص أكبر على مجرى تسعين دقيقة مش بس الشوت واحد نادي الأهلي الشوت الأول كان وحش لكن الشوت الثاني النادي الأهلي تسايد تماما وضع العديد من الفرص فيه بعد العامل الإيجابي دخول صلاح محسن وابتدى الولد بيحاول يحرز أهداف بيتحرك عنده موتيفيشن جامد جدا أنه يزبط نفسه وابتدى يخش جوه المجموعة فيه بعض النقاط اللي إيجابية اللي ظهرت فيه المباريات رغم أن النتيجة كانت سلبية ويجب أن نحن نبص على الإيجابيات وإحنا داخلين على مطارك مهم جدا وهو دوري أبطال أفريكا ودي حاجة من الحاجات اللي لازم تتحط فيه إطار عام نادي الأهلي أفل ماتش الكاس كابتل حسن البدري ابتدى في تمرين النهاردة وفي محاضرته بيتحدث عن أولوياته في المرحلة القادمة ونادي الأهلي دايما بيحط الأوليات لها الأهمية والآن الأولوية والكل يبحث عن البداية القوية في دوري أبطال أفريقيا بإذن الله أمام الترجي إن شاء الله النادي الأهلي وكلنا عندنا سقة في كل الموجودين نادي الأهلي عنده بعض الغيابات ولكن عنده أيضا من يسد هذه الغيابات أمام فريق الترجي فريق الترجي هو بطل الدوري التونسي بيقابل بطل الدوري المصري هو النادي الأهلي ودوري رقم 40 خلينا نروح